الكاتبة الصحفية الكبيرة الأستاذة إيمان رسلان أهلاً وسهلاً بحضرتك أهلاً بحضرتك ويشرفني أن أكون معاك يا زبتر درية الحقيقة شكراً شكراً بلنامج متميز كمان حقيقة شكراً تاني أستاذة إيمان حضرتك متخصصة في شؤون التعليم ومقالاتك في الصحف وفي كتبك كلها عن موضوع التعليم كيف جاء هذا التخصص؟ أقدر أقول أن الأول ورصة من الحياة لما روحت المصور أنا والدي ماته أنا في لسانس وهو كان بيشتغل صحفي في مجالة المصور في التعليم وأنا أياما كنت بتضرب بره خارج المصور أنا بغبت صحفة من وانا في الجامعة فوداني بره الحقيقة فلما هو مات ومات صغير أوي فقاله طيب بما بتشتغل في نفس المهنة فتيجي المجلة روحت المجلة والحقيقة وقالوه طيب مفيش تخصص فادي بقى غير التعليم فخلص يعني عارفة اللي هو إيه أوكي بس هقدر أقول لحضرينك أنه في الأول اللي يمكن كنت متشنجة كده ومش عايزة تعليم عايزة ثقافة بعد كده لقيت أن بوابة الثقافة بوابة مصر كلها تبدأ من التعليم تبدأ التعليم وابتدت رحلتي بقى من وانا عندي 21 سنة بكتب في التعليم ترجمة نانسي قنقر